مرحبا أعزائي ومتابعي قناة ملين بعين عربية الفيديو مات اليوم كيف رح ازيل ووتش في الفيسبوك الطريقة جدا سهلة بس قبل ما أبدي أتمنى من كل شخص يدخل لينسى يدعمني باشتراك ولايك ويفعل الجرس حتى يوصل لكل شديد من عندي بعض المتابعين كتبولي انه ريد انزيل هذه الميزة اللي هي مشاهدة الفيديوات ووتش في الفيسبوك فحبيت أسوي لكم اياها مثل ما تشاهدون راح ادخل على الفيسبوك مالتي مثل ما تشاهدون انا ما موجودة عندي بس كيف راح ازيلها هسا حاليا انا داخل الفيسبوك مالتي وتشاهدون الووتش موجود فكيف راح ازيلها راح اروح هنا على 3 اسطر ادخل هنا انزل الى الاسفل راح تشاهدون في المساعدة والدعم انزل على الاعدادات والخصوصية اروح على الاعدادات انزل بالاسفل في هنا الاختصارات راح تدخل عليه تدخل على اللي هنا بالاعلى بالاختصارات راح يظهر عندك هذول الاختصارات اللي موجودات فتقدر تكبس عليه اي واحد راح يظهر عندك تثبيت او اخفاء تمام فاني هسا اريد ووتش اخفي فاعمل اخفاء فهساني خفيت الووتش هسا ارجع هنا دا تشاهدون هسا تشاهدون بالاسفل ما موجود لو رحت على الفيسبوك ما موجود الووتش لو حبيت ارجع ارجع على ثلاث اسطر اروح على الاعدادات مرة ثانية انزل على الاختصارات شريط الاختصارات وانزل بالاسفل موجود المواعدة الووتش فاكبس على مخفي اخلي اما تثبيت او تحديث تلقائي فاذا تحب تثبيت ما راح يتحدث اما اذا تخلي تلقائي راح يتحدث فاخلي تلقائي هسا صار هنا ومثل ما تشاهدون نزل هنا بالاسفل هذا الحبيت اشوفكم اياه اتمنى بنهاية الفيديو استفادت شغلة واحدة حبيت تشاهدوها انه لو حبيت تنشر الموقع مالتك على الفيسبوك يعني مثلا انت الان في العراق فتقدر تنشر في العراق ولو انت مسافر من العراق الى اي بلد او من تونس او من مصر الى اي بلد او من الجزائر الى العمرة فراح يظهر عندك هذا الخط اذا حبيت تنشره طبعا وحبيت انه تنزل على صفحتك على الفيسبوك فتقدر تدخل على هاي الطريقة اللي موجودة فقط حصرية عندي راح اترك الرابط بصندوق الوصف انا فقط موجودة عندي هاي الطريقة فاتمنى تدخلون عليها ولا تنسون تدعموني عليها بلايك واتمنى بنهاية الفيديو ولا تنسون دعمي باشتراك ولايك وتفعلوني الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلامة اي سؤال اي مشكلة كتبوها بالرسائل انا حاضر ممكن مشكلات بسيطة او معقدة انا حاضر وشكرا للجميع مع الف سلامة ولا تنسون شاركوا هذا الفيديو الاصدقائكم وشكرا لكم مرة ثانية شكرا لكم